اشتركوا في القناة السعود كده بالنسبة لهم جالك الموت يترك الصلاة لانه هذا الافتتاح خطير جدا كما ساعر لكن انا ساقرأ ما كتبه الملك سلمان عن خطورة هذا الحدث وده اه سربته وصائق وكليكس وستحدث كيف الحدث خطير لكن وزاه يوني حكم السعود لكن هاقرأ ما كتبه الملك سلمان هو في ذلك الوقت كان رئيس مجلس ادارة دارة الملك عبدالعز السعود اللي هو ابوه يعني مؤسس السعودية وكان امير الرياض في تلك الفترة فالمهم موجه خطاب لوزير الخارجية في ذلك الوقت بيقوله ايه سري وعاجل وبعدين بيقوله ايه بقى بالنظر في عناصر المشروع القطر البريطاني المشارع اليه اللي هو يعني نشر الارشيف البريطاني على الانترنت الخاص بالسعودية فان مسألة اخراج الوثائق والمخطوطات على الانترنت دارة الملك سلمان اللي بيقوله فيها من الامور التي بلا شك تحتوي على حساسيات ومعلومات ربما تفهم مضاوينها اليوم في سياقات غير صحيحة بيقوله ده ايه بقى لبعنا مشكلة كبيرة جدا وتسيء لتاريخ المملكة بيقولك هيفضحوا اصلنا وفي اصلنا ايه الحكاية ودول الخليج العربي خاصة خاصة ان المحتوى الذي سيتم اتاحته يتضمن تقارير سياسية واستخباراتية ايه ما كنا عملاء ولا زينا عملاء ومراسلات لا يناسب نشرها للعموم دولة تطقيق بيقولك الشعب عاوزين تنيني اعمى ده الملك سلمان بيقولك احنا عاوزين شعب تنيني اعمى وجاه هذا يحتاج الى استعداد جاية ده الملك سلمان بيقول استعداد جاية ومناسب لمواجهة اساءة استخدام او اساءة قراءة اذا حدثت من خلال نواة الجهادة المشروع كما ان الخطورة تكمن فيما اذا كانت هناك نية الخطورة تكمن فيما اذا كانت هناك نية لترجمة الوثائق الانجليزية الى اللغة العربية وهذا بحد ذاته سينتج عنه مشكلات من ناحية المعلومات وطريقة الترجمة والمغالطات التي سبق ان حدثت في ترجمات الاعمال محدودة محدودة ركز لها بس محدودة دي بالنسبة لقصائق البريطانية يعني ماك سببه كان مرعوب من انه قطر ترجمت شوية لقصائق قد كاد بداياتا من حيث الشكل لما نشوف نقارن ونوع الخمر اللي هيشربها مع الرجل اسمه ايه ده الامريكاني اللي يجي معا الممثل الامريكاني وكذا طيب لماذا هو افتتاح المكتبة حدث جللا وخطير انني بحثت في اسباب انهيار الدولة العثمانية واصبح العالم الاسلامي مجرد مستعمرات واصبحنا كالايتام على موائد اللي قام ونظرت في الهزائم التي مني بها المسلمون في الحرب العالمية الاولى فوجدت انهم قدموا تضحيات الجسام جيش الاسماني بصراحة الحرب العالمية الاولى عمل حاجات من الخوارق زي المسلمين كده بيحصل ايه ولكن انتهى الامر الى هزيمة وضللت يعني ابحث فيما يكون الخلل هنا والخلل هناك وكذا لكن وجدت اعمق من تحدث في هذا الامر هو امير البيان شكيب ارسلان وكان عضو مجلس هو بسرق من الشام عربي وكان عضو مجلس المبعوثان في البرلمان العثماني يعني وكان مؤيدا لحكومة الاتحاد والترق بتاع الانورباشة وكذا فكتب في مذكراته اسمها سيرة ذاتية ومن يدخل على موقع ارشيف الانترنت يجد وممكن بقى يجده على موقع مكتب القطر وجدت قال ان السبب الحقيقي لانهيار الدولة العثمانية وضياع دولة المسلمين هي هو الجهل ولما نظرت في سبب خلع السلطان عبد الحميد وجدت ان السبب هو الجهل وجدت ان القضاء العثمانيين قعدوا اخر 150 سنة في تخبط ماذا نفعل لانقاذ الدولة العثمانية من الانهيار ولم يهتدوا الى طريق كل الوصفة قد غلط بسبب الجهل ولما ننظر في سبب نجاح الانقلاب العسكري الفاشل في مصر كان نقال فاشل هو الجهل حتى وجدت ان الجهل ده ان احنا حتى للأسف الشديد علمونا في المدرسة نفك الخط ان تشغل موظفيه لكننا لكن التعليم في مصر كله قائم على ترسيخ الجهل حتى عند اساسة الجامعات ولما اعمل حلقة بازنا ان شاء الله عن الموضعات اللي انا قلت عليها دي سوضح دور الجهل ان هو العامل الرئيسي الحاكم في كل الانهيارات التي حدثت بما فيها الانقلاب على الرئيس مرسي يعني مثلا في موضوع الرئيس مرسي انه طلع مجموعة قالوا لا للاخوانة ده ترسيخ للجهل انه القرار الصح نعم للاخوانة فالرئيس مرسي لو كان اخوان لو كان عامل جيش من الاخوان المسلمين ياريتو كان عامل انا امها قلت معارض وقلت لا جيش مصر ده عملك المصريين قالوا مش مصر ياريتو كان عامل جيش من الاخوان المسلمين احنا بقى جيش من الكنيسة يا سيدي ولا تنبسط خاص فسبب ايما الذي شل يد رئيس مرسي الجهل ولماذا عرضنا الجهل وفي ناس اشتغلت على هذا المهم وجدت واحنا في الاخر كل التعليم اللي احنا بناخده ده تعليم لا يمخوا الجهل على فكرة كل التعليم ده الاسلام المعادة ان احنا ايه نفك الخط ونكتب الحرف ودكتور يمسك سماعكش على المريض وهكذا وكل سنه انت ضي ولما اجي في الحلقات تنوضح هذا يعني لدرجة انه لما اتيتو الى اسطنبول اكتشفت ان قادات الجالية وانا كنت واحد من الناس اللي معرفوش بس انا عرفت وذهبت الى هذا المكان معركة شنق قلعة اللي هي اعظم معركة في التاريخ الاسلامي في القرن العشرين اللي انقذت اسطنبول من احتلال هزم الجيش البريطاني والفرنسي وغدت انه حتى قيادات الجالية المصرية لهم اساس زادة كترة وكذا لم يسمعوا عنها وهم مقمونا في تركيا كمان يعني المصيبة اصلا ان احنا دي مفروض ناس بتقود بلد لانه حجم مصر ولم يقرأوا عن هذه المعركة اصلا عارف انت زي ما تكون واحد كده ما يعرفش حاجة عن غزو البادر مثلا تخيل بقى وبيقود بلد او بيقود المسلمين وشعرف اصلا فيه هي حاجة اسمها غزو البادر حاجة شويها بهذا يعني يا تقدر تقول التنقلعة دي غزو البادر القرن العشرين مثلا المهم وفجئت بقى يا سادة بامر احزاني جدا وانا شغال في عمليات الفيديوهات والبحث التي تشاهدونها وناس تقول لك انت بتتمول وانت مش عارف ايه وانت كذا انا لو كنت بشتري كتب كانت خرب بيتي يعني لو كنت بشتري كتب كانت خرب بيتي طبعا فيه ناس كده بتاع الكتب فانا المشكلة اللي تقابلني دائما في الفيديوهات التي قاعدها هي نقص الكتب ان الكتب مش متاحة على سبيل المثال كتاب مذكرات خليل باشا قائد الجيش العثماني في معركة كوت العمار دي ترجمت عام 1923 والمكتبة اللي عملتها افلت اصلا وماشي موجودة ولا توجد منه نسخ يعني في حدود ما اعرف يعني ما فيش اللي باللغة العثمانية القديمة واللغة التركية طبعا عشان هترجم هروح لواحد مترجم ومترجم ده يقول له مثلا تيرت اربح تلاف دولار مثلا وانا امنين يعني فمذكرات توسند مذكرات طالعة باشا حتى بالامس كنت بدار على كتاب الاصفر الفرنسي اللي هو كان في الثورة العربية لانه مهم كتاب الازرق الانجليزي الحمد لله لقيته الترجم في مصر كتاب مصر حديثة اللورد كرومر ودي من الكتب المؤسسة لمصر خطيرة في التاريخ المصري ولكن الحمد لله خلاص يعني اتيح يعني فانا اقصد وجدت انه انه غالبية الكتب اللازمة لنا كمسلمين عشان نعرف وايه الموضوعة عشان نحط العلاج مش غير موجودة غير مترجمة من الانجليزية او من الفرنسية او من الالمانية او من الروسية مفيش يعني تقول له المترجم من الاجنبي واحد في المية واللي احنا اصلا متاع على الانترنت اتنين في المية وناس بتبعاد تقول له والله يقطر خيرج انت عملت تواعي وكذا وده عمي جير حقيقي لان هو شاء هو بينظر ان انا عملتواعي بالنسبة اللي هو يعرفه لكن انا بقى شايف انا فيه قد ايه مش عارف اشوفه ومش عارف اقصله فوجدت ان هذه المسألة تقوم بها دول وحكومات مسألة الوعي تقوم بها دول وحكومات لانه مصبر مشهور اللي هيروح يترجم مذكرات طلع اباشا ولا هو اللي هيروح يترجم كذا هذا مفروض انه لجات الامريكان والفرنسيين والانجليز والروس عاملين مراكز بخصص لها مئات ملايين الدولارات بتقوم بالابحاث بتقوم بالنشر بتقوم بالترجمة بتقوم بالاتاحة بتقوم بكذا ولم اجد دولة اسلامية واحدة ناطقة بالعربية الاتراك تركية انا معرفشوا معمني بالتركي يعني انا مش قادر احكم على الحكومة التركية هي عامل ايه بالنسبة للمعرفة بالنسبة للشعب التركي باللغة التركية معرفش لكن في العربي مفيش حتى سألت نفسي قال سعود مليارات الدولارات بصرفها على الرقصات العسكر في مصر شبه وكلهم هكذا فلم اجد يعني انت ما فيش مركز بحسي واحد يبحث في العسكر فيش مركز واحد بحسي يبحث في الماسونية فيش مركز في العالم العرب فيش مركز بحسي واحد يبحث في الكنيسة فيش مركز واحد بحسي يبحث في العلمانية فيش مركز بحسي واحد يبحث في الجاليات الاجنبية كان بتعمل ايه فيش مركز بحث واحد بيبحث فيه الرجال السفارات الأجنبية مثلا أو الاقتصادين الأجانب بيعملوا ايه أو المستشارين أو كذا لا يوجد وهذه أمور لا يستطيع أفراد القيام بها أصلا يعني أنا اللي كل بعمله ده هو ولا حاجة أنا وغيري يعني ولا حاجة كل يعني ايه زرات من الطراب في الهواء بس وحنا بنقول عن ده اللي في ايدنا نعمله بقى إنما الأمر يحتاجه إلى دول لأن دي انفقات ضخمة محتاجة فلوس ضخمة جدا ومش متاحة لأفراد خالص وإلا نفلس تمام فطبعا لما وجدت مكتب القطر بهذا المنظر أنا سررت لأنه حل مشكلة شخصية لي فضلا عن أن تكون مشكلة لعامة المسلمين بغض النظر بقى اختلافنا واتفاقنا مع أساس القطر وفي أمور كثيرة أو كذا ده موضوع آخر لكن هذا هذه المشكلة أنا كنت أقول لنفسي قبل أنور السادات قبل معرفة حقيقة أنور السادات إنه لو كانت حرب اكتوبر هي الحسنة الوحيدة لأنور السادات لك فاته يعني كنت أقول لله زار إسرائيل نتغضى عنها عمل كامب ديفيد يعني عديها مش عارف إيه كذا لك حد اكتشفت بعد كده أنه هو أصلا أنت أمر على الجيش وحرب اكتوبر وفي لما طبعا شرحته اكتب هقزيمة حرب اكتوبر على اليوتيوب هتلع لك الفيديو والفيديوهات أما اللي بعشرة الفيديوهات توضح لك المسألة كله قلت لها خلاص طلع الرجل المتامر يعني فالمكتب القطر مهمة جدا أنا طلبي من الحكومة القطرية أن تتوح أن تتيح كل الكتب بصيغة بيدي اف على الإنترنت لاي أنه أنا النهاردة عاوز كتب هل هزها بسفر أخذ أتذكر أروح للدوحة وتأشيرها والأفلام الروتينية بقى الناس حالي نهاردة خلاص عاوز أدوحس ضغطة زر تطلع للكتاب فأنا أرجو منهم من المليون كتاب أنا دخلت على المكتبة وبحثت على الموقع بتاعها للأسف بعض الكتب لم أجدها مثل مذكرات تلعب باشا ياريت تجيبوها والله وتحطوها جماعة ومذكرات ترجمة مذكرات خليل باشا ياريت برضو تضعونها والكتاب الأسفر الفرنسي ياريت تضعونه وفي كتب ايه تانية بقى الواحد يقولها بالمرة بقى حد يسمعنا في قطر ولا حاجة محتاج الكتب دي جدا والله ومش عارف أعمل ايه فالمرجو انه الحكومة القطرية تشوف كل طالما مكتبة ضخمة بهذا الحاج تشوف كل إدعاء دار الكتب المصرية ودار الكتب في كل البلاد العربية والمكتبات البريطانية والكونجرس على الأقل الكتب الناطقة بالعربية وليت انه يتبقى في مركز للترجمة يترجم كل الكتب من اللغات الروسية والصينية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية وأمريكا وبرتغالية نحن عايزين ترجمات يعني أنا والله لو بيدي ميزانية الدولة أعمل خمسين مليار دولار خمسين مليار دولار وده حجم دم مصر تقريبا لحاجة لطباعة الكتب ونشرها والترجمة لأن فجأت أن كثير مما فعل بنا هذه الأيام الإنجليز والأمريكان كتبوا في كتبه من مائة عائل ولأن يعرفت من القليل لذي ترجم فما بالك لو عرفنا كل ما ترجم في حاجات وأنا أشوفها في تاريخ مصر وفي تاريخ الدولة العثمانية وجدت أن أنت ما تقدرش تفهمها إلا لما تبحث في المجتمع البريطاني زي اليوم ليه السعودية ما قالت سعود ما دخلوش احتل له قطر لابد تبحث في الحكومة الأمريكية هيئي الوضع لأن حضرتك إحنا مفعول بنا فلابد تبحث حكومة الأركيدي كان حصل فقط ترامب لأتريكسون متخنق مع بعض مش عارف إيه كده زي حتى في الثورة العربية بالأمس بقرأ فيها فجأت أنه حرب بين فرنسا وألمانيا هي احتلال الانجليز لمصر تخيلنا حرب بين ألمانيا وفرنسا ملناش علاقة بقى خالص وممكن إحنا كشاو مصر ما نسمحش بقى أصلا حصلت ألف وتنوة سعبية هي سبب لاحتلال الانجليز لمصر لنما إحنا ما هو بلول جزء النجال يا جماعين إحنا دين إيه هو حطك عارفين أنت البقرة اللي بتضور في الكباس يعني بيجيبوا البقرة ويحطوا غميتين كده ويعلاقوا في السائل اللي بتطلع عن المياه يام زمان كباس تمام فهي ماشية كده فإحنا السورة الورابية جعل الوصول الانجليزي ودخل مصر وقاتل أحمد الورابي وطلع في كتالي كبير ونزل في كازر وإحنا لا ندري أن معركة حصلت قبلها بسبع سبب بين ألمانيا وفرنسا أمرا ما درسناها ولا وإحنا منا أصلا بها هي سبب هذا أن أنت ممكن معركة حصلت في روسيا في موسكو قدت إلى كرسى في مصر وإحنا لا ندري مش بقولك حتى أن إحنا في جهل حتى واش نقرأ التاريخ جهلة يعني تخيل دي المصيبة ذلك أنا بجد أن أنا أوجه الشكر لحكومة قطر لفتتحها مكتب القطر الوطنية وأقول لهم أنا في انتظار أن المليون كتاب يرفعون بصغة البيدي إف على الإنترنت وبانتظار أنه كل الكتب العربية التي صدرت على الأقل في 200 سنة الأخيرة الكتب التي صدرت باللغة العربية سأكت مترجمة أو أصل العربي أن تكون متاح على الإنترنت وهذا الموضوع أنا أرى أنه يجب هو واضح أن هم القطرين منهم نفسهم بخدوا أهمية كخصوة له وده طبعا مهم جدا ولكن أنا أعاوزهم مزيد من القطة لأن فيه كتب بخش عاوزها أنا عندي مشكلة شخصية أو يغفروا له كتب دي والله تبعوا أن تكون معروف يعني أرجو مشاهدين أن تكون السرقة ضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته